في رد على اتهامات بالفساد أكد مدير عام شركة الإسمنت العراقية حسين الخفاجي أن الجهة التي وجهت له الاتهامات هي عصابة تدعي بأوراق مزورة أنها الجهة المستثمرة لمعمل إسمنت كاركوك مبينا أن المستثمرة الحقيقي شركة ألمانية وأن اتهامات هذه العصابة جاءت بعد صدور أوامر إلقاء قبض بحقهم حقيقة اللي حدث أنه بتاريخ 27 إشباط عام 2018 دخلت عصابة من ضمنها هو المتحدث في المؤتمر الصحفي إلى معمل سمينت كاركوك سيطروا على المعمل طردوا الحراس ادعوا أنهم حولوا أسهم سيد لوستيشتاخل مدير مفوض لشركة أهاقي الألمانية إلى شخص يسمى صلاح مدلول اللي بدورة أيضا تنازل بها إلى محمد نبيل كانت هناك أوراق مزورة تم تقديمها إلى محكمة الكرادة بداءة الكرادة تنفذ قرار الكرادة في مديرية تنفيذ إربيل وبالتالي كانت هناك أوراق مزورة كانت هناك مؤامرة على المعمل احنا حقيقة حرصنا على هذا المعمل حرصنا على المال العام من مبدأ مهنيتنا وأخلاقنا الوظيفية ونزاهتنا ووقفنا بوجه الفاسدين بوجه هذه العصابة التي أرادت أن نيل من هذا المعمل ترجمة نانسي قنقر